الكابتن الخطيب وهو موجود في التجمع الخامس فجأة المصر اليوم وده برضو بداية كلامنا على التناول الإعلامي يطلع موقع المصر اليوم نجاة الكابتن محمود الخطيب من حد السير ليه قال لك جاي من العين السخنة فجأة الناس انزعجت كتير جدا انا باتصل عرفت ان الكابتن موجود في التجمع في الشيخ زايد وحينتقل الى مقر النادي في الجزيرة عشان يا رأس الاجتماع مجلس الإدارة اللي قلت لحضراتك والقرارات اللي صدرت عنه ليه خبر بهذا الشكل وهل من السهل على موقع كبير وعلى جورنان كبير نشر خبر يمس حياة انسان او ازعاج الملايين من الجميل ما اعتقدش حد للمصر اليوم وللمصر بكرة يقدر يختلف على شعبيتي كابتن محمود الخطيب او على حب الملايين ليه هل الى هذا الحد يمكن استسهال النشر بهذه الطريقة ما فهمتش ده بس لما الاقي نفس الموقع لنفس الجورنان معني باستفتاء الجماهير على شعار الازمة شعار الازمة اليوم اندول الاهل فوق الجميع هذا الشعار اللي هنتعرض له لانه كان محور هذه الاحداث في الايام الاخيرة فجأة المصر اليوم يطرحوا للتداول وللاستفتاء بين الناس قدمة ايه بساة زبراهيم للاستفتاء بين الناس فجأة يطلع عباش مهندس المصر اليوم انت مع ولا ضد شعار الاهل فوق الجميع شيء ما يخصكش انا يعني يخصك ايه مين يخصه ايه غير النادي الاهلي غير الاهلي لدرجة انه حتى لما تقرأ الناس اللي علاقت الناس نفسها الجمهور نفسه على درجة من الوع انه يقول له انت مالك هذا شعار انتخابي يخص النادي الاهلي لو انا رفضه يخص النادي الاهلي فيه ده مش داخل بيه الانتخابات ولا مش نطروح على جدوى الاعمال الجمعية العمومية عشان اقبله او ارفضه فكانت التعليقات الحقيقة كتيرة جدا من كل الناس اللي بتتكلم على ده مش شعار علشان نقبله او نرفضه يعني حتى ده سامح او السعود قالك ده مش شعار علشان نقبله او نرفضه او تستفت الناس عليه ده اسلوب ادارة ومنهجية ومنهجية التفكير وتطبيقات عملية اتفق عليها الجمهور والاعضاء والادارة يخصك فيه انا مش انا رفب والله التعليقات كلها على فكرة كانت في هذا السياق المهندس عدل القيعي كان واحد من اطراف الفترة التي صاغت هذا الشعار الاهلي انتخابات اتعملت في فبراير 92 الجمعية العمومية سحبت ثقة من مجلس ادارة الكابتن عبدالصالح الوحش عليه رحمة الله وكلفت الكابتن صالح سليم ومجموعة من اعضاء النادي بمجلس انتقالي قعد في في ادارة النادي من فبراير 92 لنوفمبر 92 جت انتخابات نوفمبر 92 دي بداية دورة جديدة فجأة كان مطلوب منكو ايه وتم التواصل الى ايه اللحظة كان فيه مجلس انتقالي الكابتن صالح في 91 قال يا جماعة لما قلنا له لازم تنزل ومش تنزل قال طيب انا مش عايز اي حد من اللي استقاله في مجلس الكابتن الوحش ينزل هذه الانتخابات وهما عددهم 8 معنى كده لازم نجيب له 7 وجوه اشترط انها تكون جديدة او 8 وجوه بصها جماعة طيب هنقول الصورة دي لان هي ديت بداية ظهور شعار الاهل فوق الجميع خلف قيادات النادي الاهل او مرشحية انا اذن ده ايه اللقطة دي كابتن صالح سليم والمهندس ابراهيم المعلم ودي منصة بتاعت الناد و بتاعت كابتن صالح في الانتخابات في الانتخابات دي انتخابات نوفمبر 92 اول ظهور لشعار الاهل فوق الجميع شعار انتخابي اهو وكان على كل المفضوعات بتاعتنا ايوه ايه القصة بعد القصة انا بقولك فاحنا دخل بقى مجموعة جديدة ما كانتش دخل قبل كده اه المهندس ابراهيم المعلم دكتور حسان بدراوي اللي هو سفير نور الله رحمه اللي هو فاروق رجب مجد عبد المنعم رحمة الله عليه وانا ومبروك بس اللي هو مبروك اه اه اللي كنا من اه الناس اللي الناس عرفة قبل كده ودخلت قبل كده مجالس الادارة النادي لقى لكنها كانت برا المجلس السابق يعني ما كانتش موجودة فيه ولا اللي قبله حد ف مجموعة جديدة اه 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 اتقدمت فبقينا بدل كان المجلس ريس وعشرة اه ريس وعشرة لما رجعوا التمانية على العشرة اللي موجودين بالفعل بقينا سبعة تراشة تمنطوح ما هو كان فيه واحد برا اللي سن اه فبقينا سبعة تاشر سبعة تاشر واحد فالكابتن صالح قال يا جماعة انتوا كده حت 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 حتنفسوا بعض ايه يعني هتعملوا ايه لو نزلتوا الانتخابات بالطريقة دي هتعملوا ممكن تأثروا على فرصكوا كلكوا مع بعض اه فما ما يجيش الناس اللي احنا يعني عايزين عايزين قايمة منسجمة اه كان بداية الفكر بالقوائم يعني اه ومش هنقدر نطلع الناس برا القايمة رغم عن انفسهم هنعمل ايه فقعدنا قال لنا شوفوا تفقوا مع بعض عايزين تستشيروا بعض حكماء النادي اه فكان من ضمن الاختراحات نتب سبعتاشر تنازل اه اه وبعدين يقعد الحكماء يختاروا عشرة يقطعوهم ويقدموا السبعة اه ويقدموا السبعة تانية اللي اعتذرات لو السبعة تانية اه معظمنا وافق لكن فيه واحد او اتنين قالوا يعني ما ناخد فرصتنا لكن احنا كلنا ايد واحد اه فكابت صالح قال طالما ان ما فيش اجماع ما نقدرش نجفر حد على حاجة اه بس خلي بالكو لازم تتفقوا ان المهم في الموضوع ده مين النادي الآن ايوه فانطلق بيننا هذا الشعار هننزل كلنا بنساعد بعض ودي كانت غريبة كلنا هنتكلم ان يا جماعة احنا سبعتاشر اختاروا مننا عشرة اه كنت في قطاع البترول والله ارحمه والاستاذ هاشم منعه اول مرة كنت تلتقيه اه الله ارحمه واه فانا بقدم الناس انا اللي كنت يعني زي الليه المتحدث بتاعه مش متحدث يعني الاعلامي المسؤول الاعلامي عني لسان المجموع فكنت بالم يعني كل واحد من ذاته واسهماته وزي زكيه قعدت اقدم 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 قدمت الستاشر واحد وانت لا فجالي بعدها قال لي هو انت منزلتش ليه قلت له ما انا موجود قال لي ما انت مقولش قلت له هقول لكم وانا هاهاهاهاهاهاهاهاها هاقول فده من درجة انك انت قناعتك بالمنهج صحيح المنهج ايه انه الاهل فوق جميع فليه منه الاهل دلوقتي بس مش دماغنا مش مصالحنا السبعتاشر هتختار منهم عشرة فيبقى الاهل فوق الجميع وده يعني ده تقريبا اللي حصل يعني وده كان تعزيز هذا الشعار وعلى فكرة سريعا قبل ما نطلع احنا كم مرة هنا كم مرة هنا انا ايه شرحت وشرحت وقلت الاهل فوق الجميع ابنائه واعضائه والمتعامين اليه ولكن اذا خرج برا النادي الاهل بقت مصر فوق الجميع على ذات الانتخابات اللي انتو شفتوا صورتها الكابتن صالح والمونس برايم المعلم وخلفهم نفس الشعار اللي ظهر لأول مرة اهو وحتلاقوا فيه صورة تانية في نادوة اخرى حتى لبس الكابتن صالح مختلف نفس الشعار من نفس الندوات لنفس المجموعة كتب الاساس حسن مستكاوي بمناسبة الحديث عن هذا الشعار قال على تويتر قال ايه حسن مستكاوي شرحت هذا الموضوع وقد عشته كاملا ففي انتخابات الاهل عام 92 رفع الكابتن صالح سليم شعار الاهل فوق الجميع وكان يعني ان الكيان فوق جميع الاعضاء المرشحين لخوض انتخابات المجلس والكابتن صالح ده الكلام حسن مستكاوي والكابتن صالح قال لي شخصيا هذا المعنى ولم يكن المقصود اطلاقا ما استخدم فيها هذا الشعار ورجع حسن مستكاوي على الفيسبوك يقول لهم في انتخابات الاهل 92 رفع الكابتن صالح سليم شعار الاهل فوق الجميع وكان يعني حرفيا ان الكيان فوق جميع الاعضاء المرشحين معهم لخوض انتخابات مجلس الادارة والكابتن صالح قال لي شخصيا هذا المعنى وايامها بالمناسبة اجريت مناظرة بين الصالح سليم وعبد صالح الوحش في الاهرام ده الاساس حسن المستكاوي الدليل ان الشعار ده كنا بطبقه لنافسنا انه لما كابتن صالح نزل اول انتخابات ضد الفريق مرتجي لم يوفق عمل ايه انت سحب فيه دوه اربع سنين لم يناول بالعكس مرة الجمهور داخل كان عايز يعمل حاجة كده عشان كابتن صالح يعني في كورة ومش في كورة عايزين يضغطوا يعني كابتن صالح ما يسيبش الاشراف على كورة فقال له متو مالكو دي حاجة داخلية بنا وبين بعض انتو مكانكم مدرجات ولا بتحبوا الاهلي حبوه رجعوا مدرجاتكم اما ده لا يمكن هيكون سبب انه ضر بينا دلآن انصرفوا في ثانية في ثانية لما حصل العكس اللي بعديه كابتن صالح نيجي حول فريق مرتجي لم يوفق فريق مرتجي كان بيجي تقريبا كل يموعد في الجنينة ما حصلش منه مرة واحدة ان انتقد اداء المجلس هو والمجموعة اللي قاعد معاه ولا مرة هو ده كل الناس كانت بتطبق هذا الشعار فعلا وده اللي حصل بين كمال بيحافظ و كابتن عبدالسولة رحمة الله جميع نفس الشيء صحيح كابتن الوحش نجح ولم يدرك التوفيق كمال حافظ نفس الشيء كل الناس كانت بتطبق من غير دعوة هذا الشعار الاهلي فوق جميع ابناء وعشان كده هذا الشعار بهذا المعنى وهذا المفهوم كان مثار إعجاب وإشادة وزير زام الكاوي هو مين؟ بعض الفاصل ما تخافش على الاهلي